بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في عطل جديد من اعطال قرص الاحترافي في سيارة مدار بورد لاب توب انا مهندس احسين ياسين في فيديو جديد وعطل جديد لدينا عطل بجهاز ديل ان 5010 لدينا مشكلة شحن في هذا الجهاز المشكلة الكبيرة في هذا الموديل ان دائرة الشحن بداية دائرة الشحن موجودة على اي او بورد او سي ار تي بورد بورد صغيرة منفصلة عن البورد الرئيسية وهذه البورد ليس لها مخطط فهنا لاحظ وفرنا صورة وعليها القيام هذه الصورة عليها القيام الفعلي التي يجب علينا قياسها عندما نتبع عطل بي اس او اي دي في جهاز ديل فهذه الصورة عليها القيام التي ساقوم بقياس عليها الصعوبة تكمن في توفير بورد شغالة تقوم بتثبيت القيام عليها هنا نحن نقوم بالمقارنة مع بورد تعمل بشكل طبيعي ودولنا القيام لسهولة القياسات كما ترون هنا هنا المقاومات التي ساقيس عليها لاحظ 33 اوم 22 اوم وباقي العناصر وفرنا بورد تعمل بشكل طبيعي عليها القيام ليسهل تتبع العطل في البداية سنشرح مظاهر العطل ونتابع مع الجهاز لدينا عطل بجهاز ديل مشكلة الجهاز يعمل بالشاحن فقط ولا يشحن البطارية يعمل في البطارية ولكن لا يتم شحن البطارية عندما تتفرغ البطارية وتصبح قيمتها على الزير ولا يوجد قيمة شحن فالجهاز لن يعمل بالبطارية ولكن المشكلة الرئيسية هي مشكلة عدم شحن اي ان الجهاز يعمل بالشاحن فقط ولكن لا يتم العمل بالبطارية لست عملية او مشكلة السويتش مع البطارية البطارية تعمل بشكل طبيعي السويتش مع البطارية يعمل بشكل طبيعي ولكن لا يوجد عملية شحن عملية الشحن متوقفة عندما تكون لدينا جهاز ديل والمشكلة هي مشكلة عدم شحن أول شيء نتوجه إليه خط البيسادي خط تعريف الهوية في أجهزة ديل ندخل إلى أعدادات البيوس وننتقل إلى جزئية الاسي أدابتر تايب يجب أن يكون هنا الجهاز قد تعرف على واط الشاحن تسعين واط مئة وعشرين واط وإلى آخره لاحظ هنا عندما انتقلت إلى أعدادات البيوس إلى جزئية الاسي أدابتر تايب لاحظ نوم لم يتعرف الجهاز على خط البيسادي إذن الاي او لم تستطيع قراءة السوفتور الموجود ضمن الإباروم الموجودة ضمن IC الديلز هنا لدينا مشكلة صريحة بخط البيسادي خط تعريف الهوية في أجهزة ديل أو السنتر بن دائما عندما يكون لديك مشكلة في خط البيسادي في بداية الأقلاع سيظهر الجهاز رسالة The S adapter What it is and cannot determine The battery may not charge دائما في مشاكل بيسادي الجهاز يعمل بالشاحن ولا يقوم بعملية شحن البطارية سواء مع ديل أو مع اتش بي أو مع لينوفو نفس الحال يعمل الجهاز بالشاحن ولا يشحن البطارية نلاحظ هنا أن في هذا الموديل يوجد آي أو بورد أو تسمى CRT بورد هي منفصلة عن البورد الرئيسية تتصل مع البورد الرئيسية من خلال الكوننكتر وهذه CRT بورد أو آي أو بورد غير متوفرة لاحظ هذه هي CRT بورد أو آي أو بورد لاحظ هنا القيم على العناصر هنا لدينا مقومات و لدينا ترانزستور و ويو اس بي هنا وهنا هذا الجاك وخط البي اس او اي دي موجود على هذه العناصر لكن هذه البورد لن تجد لها مخطط فهنا قمنا بكتابة العناصر هنا لاحظ هنا هذه من قوامات المية وخمسين هنا ثنين واثنين قومات هنا هنا ايضا ثلاثة واربعة على هذه القيمة هنا هذا الموسفت فلو انتقلت إلى الجانب الثاني من البورد لاحظ هنا هذه هي CRT بورد كونكتر هذه هي على المين بورد على البورد الرئيسية لاحظ هنا خط البي اس اي دي على البن رقم 30 لاحظ بي اس اي دي اي سي هنا من خلال هذا الخط الايو سيقوم بقراءة السوفتور الموجود ضمن او سي اي دي لز لاحظ هنا على الايو على البن رقم 99 هذا هو الخط نراحظ الوجه الخلفي للإي أو بورد أو CRT بورد لاحظ هنا قيم المقاومات ما يهمنا أكثر شيء هو قيم المقاومات هنا على البورد والترانستورات هذا ما يهم فهنا هذه الصورة توضح كل القيام لاحظ هنا هنا الثنين من الترانستورات وهنا قيم المقاومات عند القياس على المقاومات وجدنا أن مقاومة 33 أوم تالفة قيمتها عند القياس 64 كيلو أوم قمت باستبدال هذه المقاومة أيضا أحد الترانستورات كان تالف فأيضا قمنا بتغييره بعد تغيير عناصر التالفة سأقوم بتجريب الجهاز بالنسبة لمشاكل PSID يختلف المسبب أحيانا تكون لديك مشكلة في مقاومة واحدة أحيانا تكون لديك مشكلة في أكثر من مقاومة أحيانا تكون لديك ترانستورات وقد يمتد الموضوع إلى أكثر من العناصر الموجودة في خط PSID كما ترون هنا هنا أنا قمت بقياس المقاومات كان لديك واحد من الترانستورات ومقاومة 33 أوم تالفة قمت بتغيير العناصر والآن سأنتقل إلى التجريب لاحظ هنا بعد تغيير العناصر لاحظ الاسي إعداب تارتايم 130 واط لاحظ هنا إذن هنا تم حل المشكلة بتغيير المقاومة 33 أوم وإحدى الترانستورات ودائما في أعطال PSID أنت مطالب أن تقيس قياس اعتباري لكل العناصر الدارة كل العناصر الدارة جاءت قياسها على الوضع الاعتباري نلتقي معكم بعطل آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا شكرا